يا أحمد برضو التحضير والسفر المبكر أعتقد له دور مهم إن شاء الله في المباراة بكرة طبعا التحضير السفر المبكر دايما في المباراة اللي زي دي بيبقى مهمة جدا خاصة كمان إن احنا كنا خارجين من بطول الكاسة العرب واللعابة هناك فالتجمع ده ويمكن أهو أمبرح كان أول تمرينة اللعابة فات تكتمل يعني لعابة المنتخب الأول وكله يدخل التمرين الحمد لله يعني أغلب اللعابين جاهز أو كل لعابة النادي الأهلي جاهزة للمباراة دور كبير كمان لكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب مسافر من أول يوم مع البعثة مجلس الإدارة والباقي الأعضاء سافروا من حوالي يومين فدور كبير طبعا نتمنى إن شاء الله إن احنا نحرز اللقب بكرة بإذن الله لأن أنا شاف إن المباراة صعبة جدا يعني مخطئ من يفتكر إن الرجاء فريق سهل لا الرجاء مش فريق سهل خالص أنا شاف إن المباراة صعبة لكذا سبب أول حاجة العمل النفسي العمل النفسي علينا الضغط النفسي علينا إحنا أكتر أكتر ليه لأن إنت الفريق البطل اللي متوقع أن إنت مفروض تحصل على البطولة لكن الرجاء ما عندوش ما يخسروا حتى لو خسر الناس مش هتلوموا قوي زي مثلا لقدر الله لو النادي الأهلي فالضغط النفسي عليك إنت أكتر دي النقطة الأولانية اللي بتخلي المتش صعب عليك الحاجة الثانية فريق الرجاء فريق متمرس أفريقيا في المباراة دي بيعرف يلعب النهاية كويس جدا يعني هو لسه واخد من التراجي بطولة السوبر من 2019 أخد برضو كونفدرالية من شبابة الكبايل أخد بطولة العرب البطولة العربية خدوها من اتحاد جدة فريق هو تاريخيا في أفريقيا الرجاء أعلى من الوداد يعني الرجاء أخد ثلاثة دوري أبطال أفريقيا الوداد واخد اتنين الرجاء تاريخه تسع بطولات كرية النادي الأهلي طبعا تلاتة وعشرين عندنا فرصة بكرة أن نحن نوصل للأربعة وعشرين عشان نقرب من ريال مدريد اللي عنده ستة وعشرين لقب كاري الرجاء عنده تسعة عنده تلاتة دوري أبطال أفريقيا عنده اتنين كونفدرالية عنده اتنين سوبر أفريقي عنده واحد أفريقيا للأندي أبطال الكؤوس عنده واحد كاس أفرو أسيوية في فريق طبعا معلش قبل بس ما تكمل النادي الأهلي كمان عنده تلاتة وعشرين لقب متمثلين عشر دوري أبطال أفريقيا واحد كونفدرالية سبعة سوبر أفريقي يعني إحنا لما بنقول الألقاب الكارية بنحط السوبر الأفريكي سبع منهم فلذلك هي مباراة ببطولة يعني نكمل بقية البطولات طبعا عندنا أربعة بطولة أفريكية عندها أبطال الكؤوس عندنا واحد الكاس الأفروأسيوية وبالتالي أنت بتتكلم فيه 23 لقب كاري بطولة السوبر دي مباراة ببطولة فدي بيظل دايما التاريخ يفتكرها فنتمنى إن شاء الله أن اللعبة بكرة تكون إن شاء الله والجاز الفني يكونوا عند حسن الظن ونأخذ البطولة بإذن الله يا رب إن شاء الله أعتقد